ونبقى في ركائز السلم الأهلي في صلاح الدين وتحت عنوان آثار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من منظور القيام الإسلامية ناقشت ندوة علمية في كلية التربية العلوم الإنسانية في جامعة تكريت مكامن الأخطاء التي تقع بسبب سوء الاستخدام وتأثيرها السلبي على مبادئ الفرد وأخلاقه التربوية الحميدة الحفاظ على المجتمع من العادات والسلوكيات الداخيلة وغير المنضبطة للتفاصيل نتابع تقرير مرسلنا وليد علام من أجل إشباع مختلف الدوافع يدمن الكثير على ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للعمل أو الإثراء المعرفي أو بحثا عن علاقات منتجة أو للتصفح لكن هل ثمت أخطاء مكلفة يقع بها المستخدم؟ تشير الاستقراءات والمتابعة إلى حدوث مشاكل كبيرة نتيجة لسوء الاستخدام هذا ما رصدته جامعة تكريت وعملت لأجله ندوة نقاشية تبحث الآلية السليمة في إدارة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمحاضرة مختصين أثر مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات الطلبة قدم الطلبة مجموعة من تدريسي قسمنا واستهدفت طلبة كليتنا وطلبة الجامعة عموما تناولت عدة محاور طبعا هي المواقع التواصل بها جوانب سلبية وإيجابية تم التركيز على سلبياتها أكثر بكونها تؤثر تأثير مباشر على سلوكيات الطلبة تناول أول كيفية أن تصدر أفكار خارجية إلى الطلبة عن طريق هذه المواقع وكيفية التصدي لهذه الأفكار وتجنبها من قبل الطلبة حدثت تداخلات من قبل الطلبة وتوصلت الندوة إلى توصيات تصب في مصلحة الطلبة في المجتمع الافتراضي والتطور الشبكي والانفجار المعرفي الكبير دخلت الشوارع إلى الغرف وصار البعيد قريب المليارات من أهل البسيطة كما لو أنهم في قرية صغيرة ولأن مجتمع جامعة معظمهم من الشباب جاء التحذير من الإنجرار وراء ما من شأنه أن يؤثر على عادات وتقاليد المجتمع ويخترق الحصن المنيع للشباب ممن غرس في نفوسهم ما هو سلمي وعلمي وأخلاقي وتربوي أردنا من خلال هذه الندوة هو تأطير هذه المواقع بإطار إسلام يمنع الخرق ويمنع الغوص في المواقع المشبوهة أو المواقع التي تسيئ للمجتمع أو تستهدف بعض فئات المجتمع وحاولنا أنه نؤصل هذا الشيء كما أصله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عبد الله بن عباس عندما كان رديفه فقال له يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسع لله وإذا استعنت فاسع بالله إلى آخر الحديث فأردنا أن نزرع هذه القيم التربوية والقيم الإسلامية داخل نفوس من يفتح موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو يحاول الإساءة أو يحاول الشرخ لشخص أو لفئة معينة استطلعنا عينا من الآراء في أربقة الجامعة حول أهمية إدارة الوقت وتقسيمه بشكل مناسب بحسب توصيات الندوة فكانت الإجابة كطلاب الندوة كانت جدا مفيدة استفادين منها إدارة الوقت إدارة الوقت من المبادئ والقواعد الأساسية نحن كطلاب لازم نضل قاعدين للصباح ونجل الدوام ما رح نقدر ندرس فبحيات كل طالب القواعد والمبادئ الأساسية لكل شخص ولكل إنسان ومو بس للطلاب للجميع كلنا كأشخاص إدارة الوقت لازم يكون عندنا إدارة الوقت أحاطت مواقع التواصل الاجتماعي الأفراد بجدران من العزلة فراح كل منهم منكبا على حاسبه أو هاتفه غارقا في حوارات مع أصدقاء أو مجهولين دون مراعاة للوقت ندوة جاءت لتأطير القيم والأصالة بين مجتمع إسلامي يؤمن بالرقي عنوانا له من جامعة تكريت وليد على صلاح الدين